وطن منحازون للحقيقة هذه الكنيسة وغيرها من كنائس فلسطين قد تتحول إلى متحف في يوم ما والسبب هو الهجرة المستمرة للمسيحيين الفلسطينيين ففي وطن المسيح الأم انخفضت نسبتهم إلى أقل من واحد في المئة حسب إحصاءات عام 2017 في وقت كانوا يشكلون نحو العشرين في المئة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 48 ما يعانيه الفلسطينيون المسيحيون والمسلمون في جميع أنحاء الأراضي المحتلة عام 67 من إجراءات الاحتلال تدفع الكثيرين منهم للهجرة لكن تأثيرها على الوجود المسيحي بصورة أكبر نظراً للخفاض أعدادهم مقارنة بالمسلمين تاريخياً هذا مؤشر يدق أجراص الخطر وعلينا مراجعة جدية لهذا الموضوع خطورة ذلك أنه يتحول الأراضي المقدسة والأماكن المقدسة إلى متاحف عمرها ما كانت متاحف كانت دائماً الوجود المسيحي حول الأماكن المقدسة وفي نفس أرض المسيحية شهادة على إيمان المسيحي الذي بدأ من هنا وانطلق من هنا في مدينة بيت جالا المجاورة لبيت لحم مهد المسيح يعيش الفلسطيني المسيحي نخل أبو عيد الذي هاجر اثنان من أبنائه إلى أوروبا وأمريكا ويفكر الثلاثة المطبقون بالهجرة أيضاً حيث لم يعد للعائلة من متسع وضاق بهم الحال بعد أن هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم بحجة البناء دون ترخيص ما حدش لا أشعرنا أنه هذا الحكي ممنوع ولا هذا الحكي محظور لحتى ما وصلنا لرابع طابق وأكثر ومرة واحدة أجد في الليل حتى مش في النهار أجد في الليل وبدأت تهد فيهم أنت لما بتحط يعني عرك جبينك ودم كلبك في هذا البناء في هذا الأرض مرة واحدة في سيعتين بتلكيها أصبحت يعني أطلال انتهت هذا اكتلاع مش بس اكتلاع على الأرض اكتلاع للإنسان والأرض لم تقف معاناته أبو عيد هنا فهو ممنوع حتى من رؤية أرضه ففي عام 2015 صدر الاحتلال منها دنمين ونصف الدنم وأقام الجدار الذي حاصر بجالة ذات الأغلبية المسيحية كل العالم متهاجر لأنه ليس لهم مستقبلون شبابنا ما قالوا ليس لأرض ولا مستقبل ولا حياة هنا أنا أولادي يعني كل يوم أنا وياهم تقريبا مشكلة بقول لك إحنا شوف البلد هذا ليس لحياة ولا فيه للمستقبل في بيت جالة يعيش اليوم أحد عشر ألف مسيحي في وقت وصل عدد أبناء المدينة في أمريكا الجنوبية على سبيل المثال إلى قرابة المائتين وخمسين ألفا وفقا لإحصاط بلدية المدينة مدينة بيت جالة قبل سنة 1967 كانت حوالي أربع عشر ألف وخمسمائة ضنم اليوم أكل من الثلاث أربعة ألف وخمسمائة ضنم الصلايب اللي هي اليوم مستوطنة قيلو هي أراضي بيت جالة رأس بيت جالة بسموها هار قيلو عدد المهاجرين من مدينة بيت جالة يعني لا يقل عن متين وخمسين ألف نسمي موجودين أمريكا اللاتينية أمريكا الوسطى أمريكا الشمالية كلهم مسيحيين وأكثر عدد موجود في جمهورية التيلة عندك حوالي فوق 150 إلى 160 ألف نسم الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنه إضافة إلى مضايقات الاحتلال هناك ما يشجع المسيحيين على الهجرة عملية تهجيرية منظمة تكون بها بعض الكنسوليات لا أريد أن أتحدث بالأسماع لتفريغ الأرض من السكان المسيحيين وتصوير الصراع بأنه صراع بين اليهودية والإسلام ولا يوجد صراع سياسي على الحقوق الفلسطينية هذا هو الهدف الأساسي وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن أعداد المسيحيين تنخفض عاماً بعد عام ليصبحوا أقلية عددية في وطن انتشرت منه المسيحية نحو العالم أجمع اليوم نحن نحكي تقريباً عن 48 ألف مسيحي فلسطيني محافظة بيت لحم هي اللي شكلت النسبة الأكبر بانخفاض عدد السكان المسيحية مقارنة بمحافظات الوطن بالنسبة لكثير من المسيحيين الفلسطينيين البقاء في وطنهم المقدس هو خيارهم الأول على أمل أن تنعم المنطقة يوماً ما بالأمن والسلام ببلاد نحن لنا فخر كبير أن نعيش بأرض المسيح خاصة أن هذه الأرض شهدت كثير من الأحداث السيئة والحزينة ولكن قيامة المسيح هي الحدث الأهم وإحنا كشباب فلسطينيين وخاصة أنا بحكي عن نفسي ولا مرة فكرت أن الهجرة ممكن تكون حل أو عمل بطولي أو عمل شجاع الهجرة للأسف مرات هي نوع من أنواع الخوف والانهزام اللي بشجع كثير من شبابنا الفلسطيني أنه ما يفكروا فيه لأنه بالنهاية البلاد قد ما تكون ظروفها صعبة بيضالها تقدم فرص بيضالها تقدم حياة بيكفي أنه بتقدم لنا عيش جماعة لأنه اللي بروح بيتغرب وبتهجر ما بيلاقي الجماعة اللي تحضنه مثل ما بيلاقيها ببلده فلسطين وطن منحازون للحقيقة